التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش مجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم يواصل جموع الحجاج التوافد على مشاعر عرفات للوقوف به وهو ما يعد ركن الحج الأعظم اقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وسط منظومة خدمات وإجراءات متكاملة على المستويات كافة الأمنية والصحية والخدمية وقد فرضت قوات أمن الحج والأجهزة المعاونة أطواقا أمنية واسعة لضمان أمن الحجيج وتأسير تفويجهم وتنقلتهم في مناطق المشاعر وفق التوقيتات المحددة استشهد عدد من الفلسطينيين فجر اليوم في قصف للاحتلال على مدينة غزة وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت ثلاثة منازل في حي تفاح وشجاعية بمدينة غزة ما أدى لاستشهاد 14 فلسطينيا بينهم أطفال والنساء وإصابة العشرات وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد فلسطيني في قصف على مخيم الشابورة بوسط مدينة رفح الفلسطينية جنوب القطاع كما قصفت مدفعية الاحتلال مدرسة تابعة لوكالة أنرواء وسط مدينة رفح الفلسطينية أصيب ثمانية فلسطينيين بينهم أربعة بجروح خطيرة خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي محيط مخيم الأمعري جنوب مدينة البيرة الملاصقة لرامالة بوسط الضفة الغربية المحتلة وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن الإصابات وقعت خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في محيط مخيم الأمعري منهم طفل أصيبة بجروح حريقة من جانبها أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن تواقمها تمكنت من إجلاء مصاب بجروح خطيرة عقب إطلاق جنود الاحتلال وابلا من الرصاص صوب قائد مركبة في المنطقة التي تشهد مواجهات بين قوات الاحتلال والمواطنين الفلسطينيين قال مسؤول أمريكي أن الجيش الأمريكي يستعد لإزالة الرصيف الإنساني قبالة ساحل قطاع غزة بصفة مؤقتة بسبب ظروف البحر المتوقعة وأوضح المسؤول الأمريكي أنه من المرجح نقل الرصيف إلى ميناء أسدود الإسرائيلي حتى تتحسن ظروف البحر كان الرصيف العائم الذي أقامته الولايات المتحدة قبالة غزة قد علق عمله في مطلع الأسبوع ومن جانبها أعلنت الأمم المتحدة أنها لم تستأنف بعد نقل المساعدات من الرصيف إلى مخازن برنامج الأغذية العالمي التابع للمنظمة الدولية أعلن الجيش الأمريكي أنه دمر سبعة رادارات لقوات الحوثي وطائرة مسيرة وقاربين مسيرين في اليمن في الساعات الأربع والعشرين الماضية وأفادت القيادة المركزية الأمريكية أن هذه الرادارات تتيح لقوات الحوثي استهداف سفن بحرية وهو ما يعرض الملاحة التجارية للخطر يأتي ذلك بعد يومين من الهجوم الذي شنته قوات الحوثي على سفين التوتور المملكة لجهة يونانية في البحر الأحمر مما ألحق بها أضرارا وتسبب في جنوحها في البحر وفي السياق ذاته أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنه جرى إجلاء طاقم السفينة توتور مضيفة أن السفينة المهجورة تنجرف في البحر الأحمر تنطلق اليوم في سويسرا ولمدة يومين قمة السلام الدولية الخاصة بأوكرانيا بمشاركة عدد من قادة دول العالم وممثلي 90 دولة ومنظمة ومن المقرر أن تشارك كاميلا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي في القمة كما ستلتقي بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلانسكي وتلقي كلمة بلدها أمام القمة وقال مسؤول أمريكي أنها ستؤكد على أن نتيجة الحرب في أوكرانيا تؤثر على العالم بأسره وستدعو إلى دعم أكبر عدد ممكن من الدول لفكرة أن العملية الروسية تنتهك المبادئ التأسيسية لمثاق الأمم المتحدة وأنه يجب احترام سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي قدم مقترحا لوقف القتال في أوكرانيا لا يمكنه أن يملي شروط السلام على حد تعبيره وأقلب اجتماع الوزراء دفاع حلف شمال الأطلنطي في بروكسل قال أوستن أن بوتين ليس في وضع يسمح له بأن يملي على أوكرانيا ما يجب عليها فعله لتحقيق السلام كان بوتين قد أكد في وقت سابق أنه سيتفاوض مع أوكرانيا في حال سحب قواتها من أربع مناطق تطالب بها موسكو وتخليها عن مسعها للانضمام إلى حلف النيتو أعلنت الرئاسة البلجيكية لمجلس أوروبا أن صفراء دول اتحاد الأوروبي اتفقوا من حيث المبدأ على بدء مفاوضات انضمام كل من أوكرانيا ومولدوفا إلى التكتلي في 25 من يونيو الجاري وأضحت الرئاسة البلجيكية في بيان أن هذا القرار ستتم الموافقة عليه رسميا خلال اجتماع على مستوى وزراء الخارجية والذي سيعقد في 21 من يونيو الجاري كان البلدان قد تقدما بطلب انضمامهما إلى الاتحاد الأوروبي بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير من عام 2022 أعلنت الجمعية الوطنية في جنوب أفريقيا إعادة انتخاب سيرل رامفوزة رئيسا للجمهورية وانتخب نواب جنوب أفريقيا سيرل رامفوزة رئيسا للجمهورية لولاية ثانية بأغلبية 283 من أصوات الجمعية الوطنية التي انبثقت من الانتخابات التشريعية الأخيرة والمؤلفة من 400 نائب وأوضحت الجمعية الوطنية أن رامفوزة أعيد انتخابه بعد فوزه بفارق شاسع على مرشح الحزب اليساري جوليوس ماليمة الذي حصل على 44 سوطان انتهى موجز التاسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل